السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعال يا أمر النهاردة أقولك تعملي حواوشي إزاي فأسرع وقت ممكن وبأوفر الإمكانيات بربع كيلو لحمة بس هنعمل حواوشي بلدي جميل وكمان العشم الصابح ده كم بايت هنعمله على البتجاز من فوق على الشهلة مش هنحتاج نحطه في الفرن طريقة سهلة جدا وبسيطة وبمكونات على قد الإيد ومشان نزود حاجات كتير في الحواوشي حاجات بسيطة جدا بس طعم وممتاز حكاية بسم الله الرحمن الرحيم جبنا ربع كيلو لحمة فلفل وتوم وتماطم وبصل مبشورين ونجيب التوابل جنزبيل وقرفة وفلفل وكمون وملح وماجي ونحط المكونات دي على بعض ونخلط عليهم اللحمة وتدعكيها كده بإيدك عايزين اللحمة تتجنس مع البصل والفلفل والتوم التوم مهم جدا بيخلي راحة اللحمة وميزة وتقطعي مقعبات صغيرة زبدة نحطها مع الحوش عشان يبقى جوه طري وهنقليه في زيت يبقى بره مقرمش ومن جوه طري وسانية واسعة كده ألمونيا على شغلة البتجاز تكون مخصصها للشاوي ولا الحووشي لحاجات دي تعملي فيها أحلى حووشي بسيط على شغلة البتجاز من فوق تدوسي عليه كده لإنه هيبق مية بتاعة البصل والفلفل والتماطم وكمان اللحمة تكون استوت كويس جدا نتأكد إنه بك كل حاجة جواه ونوطش النار عليه شوية ونعمل ولما نبتدي نحس إن هو بدأ خلاص نشف مفوش مية من جوه نبدأ نعلي النار ونقلي بالناحية التانية ولا بنحطه في ورق فويل ولا بندخله الفرن ولا أي حاجة ممكن بعد ما تعمل دلوقتي يستوي تحفظي في ورق فويل يفعل تنفس بدرجة حرارته وبسخنيته عبل ما تيجي تجلي عبل مثلا ما تعملي الصلطة أو تجهزي الصفرة دي طريقة سهلة جدا وبسيطة ولا بنولع الفرن ولا حاجة ما بتخدش عشر دقيق والله العظيم على البتجاز سهلة جدا وتطلعي وتكون حدر بأدونس مع أطعار فيع صغير الوردات بتاعته الورق وترشيها عليه أحلى حواشة تكليف حياتك بصل وفلفل وتوم وتماطم وربها كيلو لحمة بس عملنا عيش جميل بلدي ولا صابح ولا حاجة وبات كمان لحطيت زيت في الصينية علشان يبقى من بره مقرمش ومن جوه طريعش حط عليه مكعبات صغيرة زبدة في كل رغيف حطى مكعبين صغيرين بيبقى طعمه أحلى من الفتير كمان وفي مرة تانية أعمل لكو حواشة إسكندراني اللي هو بالعجين عشان تشوفوا الطريقة التانية التانية دي لازم الفرن يكون والعا الطريقة بتاعتي لو عجبتك دوسي لايك ولو مش مشترك معايا في القناة وأول مرة تشوفيني دوسي على الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بفضل أدوس عليه كده وطلع المية اللي جواه عشان أتأكد إن هو استوى وتشرب كمان شوية الزيت اللي أنا حطاهم أروح مطلعها في صانية ورش عليها البقدونس الجميل عشان أطلعها عليها أحلى حواشة هملي اللي هو على شلطر بتجاز من فوق دوات ما بياخدش وقت خالص غير ما تدخلي الفرن بياخد وقت عبالما الفرن يسخن وعبالما ما يستيه يتحطيه في ورق فويل أو ورق زبدة ياخد وقت معانا لكن كده سريع جدا وبرتو تقدر يتحطيه في ورق زبدة وورق فويل بعد ما تطلعيه عشان يحتفظ بدرجة حرارته وورق الزبدة يطلع عبطس الدهون اللي فيه اللي هي يعني الزبدة اللي في قلب الرغيف والزيت اللي قليناها فيه خلاص كده كله استوى اتأكدت أعمالها دوس ما بيطلعش أي مية ولا أي مكونات المية بتاعت الفلفل أي البصل، التوم الحاجات اللي أنا حطوها الجميلة بيطلع المية بتاعتهم أتأكد إنها هي نشفت يبقى استود اللحمة جواها استود بتديها وقتها وعلي حبة ووضت حبة مجرد ما تأكد إنها خلاص ما فيهاش مية من جوة أبتجي أعلي عليها عشان الرغيف يحمر من الاتجاعين كده قلبت على الناحيتين واستوى على الناحيتين هبتجي أطلعه دلوقتي وأقدمه هو سخن مولع تعملي جنبه بطاطس محمرة بطاطس شبسي صلاة التحينة صلاة خضرة بيتاكل مخلل كده جنبه أكلة سريعة وبسيطة وتغيير زهينة من الطبيق والرز والحاجات دي حاجة كده سهلة هطلع دلوقتي على الصنية فيها بقدونس وحتى ورق ألمونيا علشان يحتفظ بالسخنية بتاعته علشان هقدمه هو سخن مولع وهفتحه دلوقتي يا وغريكي إزاي اللحمة اللي فيه مستوية وتغير لونها هي والفلفل والبصل ومكترنا اللحمة في الهربعة ترغيفة ممكن أنت تعملي عدد أكبر من كده جميل جدا وحطاها نية مسكت تستويت في قلب الرغيف وقالت الرغيف قالي خالص كده آدي الطريقة بسيطة خالص أتمنى تكون عجبتك ومسهبتها عليكي واتمنى تدوسي لايك وتكتب تعليق جميل عشان أعرف رأيك إيه في طريقة الحوشة بسيطة دي من ربع كيلو لحمة عملنا أربع ترغيفة كبار يقدوا أربع أفراد وممكن تخليهم كمان أكتر من كده لو أنت ما أكترتش اللحمة في العيش أنا كده عامله مظبوط هو يدوب كده مظبوط اللحمة فيه متوسطة لا هي كتير قوي ولا هي بسيطة أتمنى تكون عجبتك الطريقة إن شاء الله كل يوم فيديو جديد مختلف ولو عندك أي كلمة عايزة تدفيها قوليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته